السلام عليكم وكل عام وانتم بخير وبصحة وعافية ومرحبا بكم في عنوان هذا الفيديو حيرة المهاجمة كيف يواجه الأهل السعودي أزمة التعاقدات في المركات الصيفي لنشاهد التفاصيل قبل أن نذهب إخواني إلى التفاصيل أتمنى منكم لايك للفيديو والاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بأخبار نادي الأهل السعودي إن شاء الله يعاني نادي الأهل السعودي من حيرة كبيرة في إيجاد مهاجم مناسب لتدعم صفوفه خلال فترة الانتقالة الصيفية الجارية كان النادي قد أبدأ اهتماما كبيرا بالتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لكن اللاعب رفض الانتقال إلى الدور السعودي مما أدى إلى تزايد الضغط على إدارة النادي والمدير الفني ماتياسيا إصلاح لإيجاد بادي المناسب تأتي هذه الحيرة وسط أنباء قوية تشير إلى رغبة إيجاد في ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يعتبر أحد أفضل المهاجمين في العالم يمتلك لوكاكو سجلنا حافلا في الدوريات الأوروبية الكبرى حيث تعلق بشكل لافت في الدور الإنجليزي الممتاز مع تشيسي وماشيستر يونيتد وأيضا في الدور الإيطالي مع أنتر ميران لكن التعاقد مع لوكاكو ليس بالمهمة السهلة اللاعب مطلوب من عدة أندية أوروبية كبرى بالإضافة إلى أن تكاليف انتقاله وراتبه المرتفع قد تكون عائقا أمام النادي أهلي رغم ذلك يدرك يا إصلاح وإدارة النادي أهمية وجود مهاجم من طراز عالمي في الفريق لتعزيز الهجوم ورفع حدود الفريق في المنافسة على بطولة المحلية والقرية كما أن فشل التعاقد مع أسيمين أطار العديد من التساؤلات حول استراتيجية التعاقدات في النادي يازو البعد هذا الفشل إلى عدم قدرة الأندية السعودية حتى الآن على جذب النجوم الشباب الذين لا يزالون في أوج أعطائهم ويرغبون في الاستمرار في اللاعب في أوروبا للمنافسة على البطولات الكبرى هناك في هذا الصيق يمكن أن يكون التعاقد مع لوكاك ورسالة قوية تظهر أن الأهلي يسعى بجدية لبناء فارق قوي قادر على المنافسة على جميع الأصعاد ومع ذلك فإن إدارة النادي بحاجة إلى التحرك بسرعة وحسم الأمور قبل إغلاق نافذة الانتقالات خاصة في ظل المنافسة الشديدة من الأندية الأوروبية والأسيهوية الأخرى بالإضافة إلى ذلك يجب على الآل التفكير في بداء الأخرى قد تكون مناسبة من حيث المستوى الفني والمالي في حال فشل التعاقد مع لوكاكو يمكن للنادي البحث عن المهاجمين آخرين في الدورية الأوروبية أو حتى النظر في المواهب البارزة في الدورية اللاتينية أو الإفريقية في النهاية تبقى الحيرة قائمة في نادي الأهلي وتتطلع الجماهير بشغف لمعرفة من سيكون المهاجم الجديد الذي سيكون هجوم الفريق في الموسم المقبل يبقى الآمل معقودا على إدارة النادي والمدير الفني ماتياي سيسلا لاتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن تهزيز صفوف الفريق وتحقيق الطموحات المرجوة أتمنى منكم أن تضعوا لايك للفيديو وأراكم في فيديوات أخرى إن شاء الله